ننتقل إلى صحيفة التيار ومنها نقرأ البشير يتعهد بتجيع الاستثمارات لدعم الاقتصاد في تفاصيل هذا الخبر تعهد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير بتجيع الحكومة لاستثمارات الوطنية والإدنبية لزيادة الانتاج بدعم الاقتصاد الوطني وأكد أن سياسات شركة زونكتين لحل وغزل الأقطان بمحلية مارنجان بولاية الجزيرة تعزز جهود الدولة في التوسع بزراعة القطن بمشروع الجزيرة بداية كيف تنظر لتوجه الدولة مؤخرا نحو تجيع الاستثمارات في البلاد طبعا هي من الحاجات الأساسية يفترض أن تتجه الدولة لجزب الاستثمارات وده بنعكس على مستوى توفيل العمر الحرة بنعكس في إطار تنمية وتطوير الموارد المحلية بنعكس في إطار إيجاد وظائف للمواطنين وده بزياهين في زيادة الدخل الغمي ده مسائل مهمة ومفروغ منها يعني متفق عليها يبقى المحكة الأساسية في غدرة الحكومة أو الدولة بشكلها كبير بشكل المفهوم الأكبر على جزب الاستثمارات وده يتطلب عدد من الشروط وعدد من المعايير اللي هي بقى معايير عالمية في جزب الاستثمارات واعتقد أن السودان لديه الكثير من الصعوبات والمشكلات التي تتعلق بجزب الاستثمارات حتى من المسؤولين يحترفوا بأن هناك الكثير من المشكلات التي تتعلق بجزب الاستثمارات وده ظاهر حتى في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية تكون من الصعوبة بمكان أنه تغنع الشركات بان نتيجة التستثمار خاصة في ظل التضارف في سعر الصرف وخثير من التعقيدات متعلقة بغوانين الاستثمار متعلقة بالتضارف في الاقتصاصات بين السلطات المحلية والسلطات الولايية اضافة إلى الأوضاع السياسية والأمنية الموجودة في البلد ممكن تساهم في تنفير الاستثمارات الموجودة نهيجة عن جذب الاستثمارات الجديدة هل الرهن السياسي والرهن الاقتصادي مشجع لسفر؟ بالتأكيد أنه مزألة الوضع الاقتصادي هو بالواضح أنه أي عملية بتاعه جزبي للإستثمار أساساً خصل الاستثمارات الكبيرة وتحدث عن الاستثمارات الكبيرة اللي هي مؤثر وبتأثر على مستوى الاقتصاد هي بشكل أساسي ترتبط بموجهات سياسية غبر أعوامل الفايدة الاقتصادية وده بيصهر في شكل الاستثمارات الخليجية بيصهر حتى في شكل الاستثمارات ممكن نقولها الصينية نفسها بصرا في شكل الاستثمارات التركية والمواجهات السياسية بüzelة الاستثمارات الغربية الإنتر partir طيب يسألون الاختيارี้ي وكان بحبيلك لذلك في الحالي استثمار ح Akbar ويتوجد هذه الاستثمارات لبلد دولиков سياسية خارجية جيدة. للأسف للبغة الحالية أن العاقات السياسية الخارجية تواجه الكثير من الصعوبات. ودى انعكس في عدم وجود استثمارات. حتى الاستثمارات المصدقة من معرض الدول بيقى في عدم تنفيذ من جانبهم تي او طباطوا في تنفيذها. يعني على سبيل المثال الاستثمارات الصينية المصدقة عليها في السودان نحو تمانية وستين مليار دولار. الاستثمارات الحالية هي تلات عشر مليار دولار. بالنسبة لدولة زي الصين حليفة يفترض انه شريك استراتيجي بتبقى في مشكلة لاتين لانه في صعوبات كتيرة تتعلق بالعوضال الاقتصادية. المزال بتحت الديون بتحت السودان. طباطوا السودان في جدولة الديون. دي مزالة مهمة وزي ما يشير طريق بتأسر في جذب الاستثمارات. وحتى الاستثمارات الموجودة بتنفيرها. المزال المهمة انه هي استثمار عشان يدخل البلد عنده اربع نقاط اساسية بركز عليها. المزال الاولى اللي هي سياسة البلد ومدى موامتها لجذب الاستثمارات. وده مربوط بغواني الاستثمار والبيئة الموجودة لللاستثمار. يعني انت ممكن تدعم مستثمر لاستثمار في حتة في اخر الواطة. لا في شارع زلط لا في طاقة لا في غيره وغيره. وتجد تقل له دي زعتًا دي فرصة جديدة للاستثمار. لا بد تتحييئ البيئة البنية التحتي عشان تجذب الاستثمارات. دي نقطة الاولى. النقطة الثانية مربوط بشكل اساسي بمزالط الاستقرار السياسي والاستقرار الأمني وذي برضه ترتبط بمزالة العلاقات الخارجية وبترتبط بالواغع بتاعه لأنه بزنس جبان وبيختخوف منه اضطرابات في الأوضاع السياسية والأمني وبالشركات والمؤسسات الكورة بطراعي سلامة راس المال وسلامة العاملين في الاستثمار المزالة الثالثة والمهمة أيضا اللي هي سؤولة الإجراءات المالية وخاصة فيما يتعلق بخروج الأرباح وذي في غالبه هي أرباح بالعملة الحرة وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية في صعوبات وكلمنا عن شركات كثيرة قبل كده لديها صعوبات والاستثمارات موجودة في السلام في خروج هذا المال وحركته في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية بجانب كده اللي هي المزالة الثانية المتعلقة بسهولة الإجراءات في دخول العاملين أو المعملات المهرة في دخول الآليات وغيرها دي العوامل ممكن نقول عليها الأربعة الأساسية اللي بتأثر في عملية جذبة الاستثمارات بالنسبة للشركات وهذه معايير أساسية وبجانب ده كله المزالة بتاعة التوجيه السياسي من غبل الدول لهذه الشركات بالذهاب للاستثمارات هل أربع عوامل متوفرة في السودان؟ أعتقد حاليا بنظر الأوضاع الحالية لنظرنا الأربعة ممكن نقول عليها في ثلاثة ما متوفرة طيب ننتقل إلى أن هناك شكاوى في غيبة القوانين الرادعة للذين يعيقون الاستثمارات بشكل عام هل المشكلة في النصوص هم المشكلة في تنفيذ هذه القوانين؟ طيب ممكن نقول عليها بالنظر للتجارب و بالنظر للتصريحات حتى مزئولين على رسم وزير الصناعة موسى كراما أشار لأن هناك مشكلات كبيرة تتعلق بتنفيذ الغانون الموجود إضافة لكده في ناس بتتحدث عن في صعوبات داخل الغانون حاليا معظم هناك معايير عالمية بيسموها سهولة الاستثمار يعني كيف ممكن تنجز معاملاتك لتمتيز الاستثمار أو غيره بالساعة بتتحسب أنه انت ممكن تنجز الاستثماراتك بكم القصة بتاعة الجرجرة بتاعة تأمشي وتعال ويجيك بعد شوية زول يقول لك حقيكم و لكل النوع بتاعت الفساد دي دي تحتبر فساد إداري أو فساد مالي دي لابد أن تكون هناك عقوات رادعة جداً لحسمة لأنها بتساهم في تنفير المستثمرين أضف إلى ذلك أنه هناك بعض الأجهات بتزعى بشكل أساسي ممكن نقول يعني من خلال السياسات يهيبت السياسات التي تعملها وغيره بيحصل إبعاد للاستثمار وغيره وفي بعض الأحوال بنلقى أنه في تنافر بين السلطة المركزية والسلطة الولائية في إدارة العملات الاستثمارية هذه التنافر بين سلطة الولاية بشكل عام وبين المركز والولاية بشكل عام هناك تضرب كثير حتى على مستوى الأراضي وما يتعلق بها فهل هذه هي تشكل سبب رئيسي في عامة وجود الاستثمارات حصلت وهناك العديد من الشواهد اللي بتأكد كده زي مثلا الحصل في ولاية نهر النيل وده برضو بغلل المزارة بتاعة منسب الولايات المنسب تبتخذ مركزيا ولا ولايا عادة التجارب العالمية بتسهب لأنه بالاستثمار كله يتم إنجازه من خلال نافذة واحدة وفي عديد من الدول زي دبي وغيره بيجاد ترفع الشعار بتعانه سهولة إنجاز الاستثمار في مكان واحد وحتى بعض الناس ذهبت بعد من كده في الدول الموجودة أنه تنجز المعاملات المعظمة بالالكترونية من خلال موبايلك أنت تنجز كل الإجراءات ويتم تنسيله وكده لكن للأسف في السودان ما زلنا نواجه العديد من الصعوبات والتعريضات المربوطة بتعريضات برغراطية متعلقة بالتنسيق بين الحكم المركزي والولايات في هذا المجال أعتقد أنه ممكن يعني هناك العديد من التجاري ممكن الاستفادة منها في مجال انفاذ الاستثمارات وسهولة الأداء ومساعدة رجال الأعمال في إنجاز معاملاتهم بشكل ميسر وسريع واستفادة من التكنولوجيا المتاحة هناك أصوات تلادي بأن الحكومة لا تلزم الشركات المستثمرة في البلاد بمسؤولية مجتمعية تقوم بها أو أدوار مجتمعية على مستوى الأدوار المنوطة بالشركات المستثمرة طيب حسب الغوانين والتجاري والاستثمارية العالمية أنه هي استثمار يفترض خاصة فيما يتعلق بالوظائف اللي هي ما بتحتاج لمهارات أو غيره وهي الاحتماد على السوق المحلي أضف إلى ذلك بيكون هناك ما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية لهذه الشركات تجاه المجتمعات المحلية بإضافة للرسوم المتعلقة للولايات وغيره دي كلها موجودة ونظرية موجودة بيبقى المزألة في التشديد في المتابعة تنفيذها تأثير الاستثمارات على المجتمعات المحلية سواء على مستوى البيئة أو مراعاة منظمة الشروط وهي نظرية أنه في منظمة الهوانين موجودة لكن بيبقى الموضوع مربوط بالمتابعة والتدغيير في هذه الاشتراطات ومدها مطابقة الواقع لها والاشتراطات بقد غياسية موجودة في كل العالم